اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخمسين او طيب قبل كده ما نبدأ يا ولاد اللي مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حالا يا سنة اولا وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد شارك الفيديو يا اصدقائك عشان هما كمان يستفيدوا دعمنا بلايك ان شاء الله هسيب لك تحت في الوصف قائمة تشغيل الصف الاول عدد عشرين خمسة وعشرين ترم اول في جميع الدروس السابقة فيديو شرح وفيديو حل هسيب لك كمان ازاي تكتب مهم جدا ولنك كمان ازاي تكتب ايميل كل ده هسيب لك في الوصف تحت صفحة الفيسبوك اللي محتاج اي استفسار نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقتنا بيقول لك ايه اختار وكمل اول جملة معنا بيقول لك ها يبقى احنا عندنا ايه يبقى اول حاجة الاجابة يعني ايه الجملة دي الجملة دي بتقول ياولاد دي نمبر وان هنكتبها هنا الجملة دي بتقول نحن مقيم حفل عائلية ها مع جميع من الريلة تفزي اليوم اقاربونا طيب تاني جملة يا سنة اولى بتاخد وقت كبير عشان تختار ايه قبل ما تخرج عشان تختار الزي بتاعها او المال بس بتاعها اللي هو الاوتفت بولك ايه الاوتفت بتاعي جميل النهاردة ولا دي نمبر تو هنكتبها هنا الجملة التالتة سلوة هاز نقط عندها ايه هير شعر اتس نقط استريت هو مش مستقيم يعني ايه شعر ايه مموج يعني كورلي نمبر ثري هنكتبها هنا يا سنة اولى تعالوا نكمل بعد كده ونشوف ايه اللي احنا وصلنا له الفيديو اللي بعد كده على طول الفيديو اللي بعد كده صفحة او بيج 55 55 ولسه مكملين في يونة تو الواحدة التانية اللي بعنوان ماي نتورك في ليسون وان ان تو الدرس الاوليني والتاني هنا بيقولك تشوز اختار and complete وكمل بيقولك كينزي والنقط مارد نكستير جد مارد يعني ايه يعني هتتزوج كينزي هتتزوج السنة ايه المقبلة دي نمبر تو هنكتبها هنا يا سنة اولى بعد كده دي صورة نقط ماي تريب ززو ها ايه عايزين نقول ان هدي صورة ايه يا ولاد هنقول ها رقم اتنين هتبقى او بنامبر تو فوتو اوف ماي تريب ززو يعني صورة ليا في ايه يا ولاد في رحلتي للحضرقة الحيوان الجملة التالتة ماي انكل عمي هاز اشوب عنده محل وير هي نقط تشيلدرنز كلوز هنقول يبقى سيلز بيبيع في ملابس للاطفال دي نمبر ثري هنكتبها فين يا سنة اقول هنكتبها هنا طيب بعد كده زموفز ها ايند واز اوردنيري اتوازنت ها اتوازنت ايه نمبر فور هتبقى اتوازنت فور اتوازنت اميزنج يقولك نهاية الفيلم كانت عادية ما كانتش مزهلة تعال نجيب اللي بعد كده على طول اهو اللي بعد كده الجملتين دول صفحة ستة وخمسين عمل الواجب بتاعه انا هنا بقول الساعة مبين كذا لكذا في ايه في المساء يبقى انا عايز اقول مبين كذا لكذا ياولاي مبين الساعة السابعة لتساعة في المساء مبين كذا لكذا يعني بتوين ودي قعدة احنا شرحناها في الفيديو بتاع الشرح سنة اولى اللي مش فاهم حاجة في الاسئلة يرجع لفيديو الشرح عشان يفهم احنا بنحل ايه هنا ايسو انا رأيت بوتفول جيرل بنت جميلة انا اميزنج درس وعايز اقول ان هي ايه في فستان كوايس يعني لابسة فستان كوايس او اللي ترتدي فستان كوايس يعني بترتدي فستان ايه جميل او اميزنج مدهش تعال نشوف اللي بعد كده وصلنا لسه مازلنا في ليسون وان ان تو يونت تو الواحدة التانية ماي النيت ويرك اللي شبكت صفحة بقى سكاستي ستين بعد ما بتذكر المفردات نقدر نحل الاسئلة اللي انت شايفة اول سؤال معايا هنختار طبعا الاجبات الصحيحة هتشوز طبعا او بيمضو طيب بعد كده زنوقة جميلة في الفستان بتاعها الابيض من الكتب في فستان الابيض يعني العروس دايمان ايه بابايا عادة ايه سمك ورز ايه اتزس ايه اولاد هنقول ريستورانت في المطعم طيب فريدا's friend اصدقاء فريدا give her lots of عطوها الكثير من ايه for her birthday في عيد ميلادها she was amazed هي كانت ايه مزهولة هنقول عطوها الكثير من الجافتس اللي هي الهدايا طبعا relateds اقارب windows اللي هي باترينات وcontracts اللي هي عقود تعالى نكمل the little boy الولد الصغير asked her his father نقط some money to buy so it's still up من بابا ايه بعض الفلوس عشان يجيب حلوة يبقى نقول ياولاد جيهي انا حرف الجر for من اجل كزا in my opinion في رأيي happiness means السعادة بتاعني to have a strong نقط of family and friends طبعا هتبقى network السعادة بتاعني ان يكون لديك شبكة قوية من العائلة والاصدقاء بعد كده we invited all our to my grandma's birthday party احنا داعينا كل مين عشان عيد ميلاد ايه عيد ميلاد جدتي هنكون داعينا طبعا the relatives اللي هما الأقارب try السؤال اللي بعد أول نقط enjoyed the dinner my mom made الضيوف استمتعوا بايه بالعشة اللي مامتي صنعته guests طيب كان بعد كده the wedding الزفاف will not place on thursday i am sure it will be amazing انا متأكد ان هو هيكون ايه amazing يبقى هنا الاجابة هتبقى ايه اهو take place take بتيجي مع بلس ياولاد الزفاف سوف يكون فين يوم الخميس انا متأكد ان هو هيكون ايه رائع بعد كده بشرة both اشترت a beautiful نقط nicholas it was expensive كانت غالية يبقى اشترت ايه nicholas gold ذهب اكد مش بلاستيك ولا كلوز ولا وود ليه ايه كل هذا ذهب the note included بيضم salad فتة and meat ولحمة it was delicious يبقى ايه ياولاد الميل الوجبة عبارة عن salata وفتة ولحمة طيب بعد كده سنقول we saw many toys احنا رأينا الكثير من الالعاب in the shop في شوب ايه in the shop windows بتاعت المحل بتقول usually عادة with her friends at the club سعب هنقول ايه متسعب بتتقابل مع اصدقائها في النادي they were هما بيرتدوا نقط close for the wedding اللي حفل الزفاف they were weren't modern طبعا هي ايه مش حديثة يبقى هما بيرتدوا ايه ياولاد traditional حاجة اقلادية اخر جملة في الصفحة دي to get the adjective عشان تجيب الصفة from the word من كلمة tradition هنضف لها we as a suffix هنضف النهاية al هتبقى traditional تعالوا نكمل وصلنا ل time to practice الوقت بقى بتاع التامريات ولكنها choose اختاري اجابة الصحيحة من الاجابات اللي قدامك اول حاجة نقاط اذا person وشخص اللي بياخد الصور طبعا الفوتوغرافر المصور بعد كده من الاجابات عماتي وخلاني live a long way not us we see them وانس ايرحم تشوفهم كل سنة مرة يبقى الجملة على بعضها هتبقى ايه long way from هما بعاد عننا you should يجب عليك sign the a توقع ايه first to get اذا جاوب قبل ما تاخد ايه تحصل على الوظيفة توقع على العقد contract ماشي ها the wedding cake الكعكة بتاعت الزفاف is something بتكون عبارة عن ايه that people eat at the wedding الناس بيأكلوها في حفلة زفاف بتكون عبارة عن حاجة حلوة sweet ماشي all people جميع الناس want to نقط بتعمل ايه photographers آآ في الصور with the bride and the groom مع العريس والعروس طبعا بتقي ايه بتاخد صور مع العريس والعروسة بيتصوروا معاها هنا the bride العروسة Sally and the nقط احمد arrived وصلوا at seven pm طبعا العروسة سالي والعريس مين جروم احمد طيب the wedding الوحفلة الزفاف نقط is special outfit بيكون في زي مميز that a woman wears a set بترتدي at her wedding في حفل الزفاف بيكون في ايه اولاد بيكون فيه طبعا احنا قلنا انه بيكون فيه dress مميز او فستان مميز اللي هو الفستان اللون وابيض my cousin نوال بنت عمي نوال got married نقط نبيل هتتجوز ايه to nabyl مميز مميز اللي هو is a wedding service the bride العروسة wore a golden necklace بترتدي بسكولادة زهب and the naut they were amazing وهم رائعين and واساور when the party started لما الحفلة بدأت it was time not some fun بقى وقت ايه for some for fun وقت for some fun لوقت المتعة the bride and the groom العريس والعروسة cut the wedding قطعوا ايه and all guests وكل الضيوف clapped for them سقفوا لهم يبقى هما قطعوا الكيك الطرطة بعد كده i was not i was a standing انا وقفت ايه بجانب العروسة في الصورة تعالوا نشوف اللي بعد كده ايه نجيب الحل اللي بعد على طول هتروح برضو الفيديو الشرح تسمع language الكواعدة اللي احنا شرحناه عشان تقدر تفهم الحل بتاع النهاردة طيب صفحة ايه 63 في كتاب الجام نشوز برضو ايه is a correct answer اختاري اجابة الصحيحة لين goes to school وروحة للمدرسة with not a brother احنا عايزين نعوض عن لين يبقى منعوض عن نين بصفة الملكية مين hair hair بتعوض عن المؤنس i i love not a parents they love me too انا بعوض عن الضمير i بإيه ولاد my parents انا بحب my parents ابائي جميل علي and hana are very happy ومسعداء with not new toys هنعوض عن علي وهنا بإيه ولاد there يعني ألعبهم salem and i انا وسالم ها مالنا took خزنا ايه and started to play ولعبنا on them عليه they belong to أصوب ينتمي لينا يبقى انا هعوض عن هنا ايه عنه اللي هو بنحن our جميل what's your teacher's name ايه هما أسماء المجرسين بتاعتك ها نقط name is Mr. Waleed هعوض عن Mr. Waleed بمين يا ولاد هنقول his name لانه بنعوض بيه عن المذكر بعد كده that's نقط watch my grandpa give it أعطهالي to me on my birthday في ايه في عيد ميلادي يبقى هتقول ايه يا ولاد انا هعوض عن آآ الساعة هنا هعوض عنها بايه هعوض عنها بمي my watch ساعتي هنا I like my cat and نقط eyes غير العاقل بعوض عنه بالضمير ايه يا ولاد it's لان دي حاجة غير عاقل عيونها this is Sarah's hat دي قبعة سارة it's not hat هقول ايه هنا it's her hat برضو هعوض عن سارة بير حاول تشوف كده الجزء بتاع الملكية سهل وجميل في الشرح شرحناك واس جدا favorite sport رياضة مفضلة is tennis you like it وبيحبها so much كسيرا احنا عايزين نقول ايه انا عوض هنا ب you عن هتبقى you're يعني رياضتك المفضلة هي التنس ده انت بتحبها كتير هنا do you have not a ticket with you برضو you هنعوض عنها pure طيب نكامل هنا جايب لي برضو ايه يا صحح ما بين الاقواص تعالى نصحح مع بعض we can't use not mobile phones in class احنا هنستخدم بكان قص هنا يولد ايه hour طيب مايا ان شارا هنا كده جمع like they house ولا نقول there جمع بنعوض عنه ب there في الملكية i have a mobile phone انا معايا mobile phone but i don't like ها انا ما عايز اقول it color لا تبقى it's color my sister اختي and i هنا جمع we هنعوض عنها بايه هتبقى برضو hour what's your name مش you name يعني ما اسمك where is Nabil from من اين نبيل he is from Giza and وعايزين نعوض عن نبيل بنعوض عن نبيل بهير لا هبديل المؤنسة نعوض عنه بهز تعالوا نجيب اللي بعد كده على طول وصلنا لل language exercise برضو تدريبات على القواعد تعال نحل على طول this is my note bike he likes it يبقى هنا هتبقى ايه هتبقى brothers ان brother اخرها مش اس فضفنا لها ابوستروف اس طيب these are the box give them عطهم له there a box هتبقى ايه there are the هتبقى ايه يا ولاد هتبقى هنا boys طب ليه هنا اخترنا اللي اخيرها اس ابوستروف لان احنا قلنا في الشرح لو الجامعة اخره اس منضف له اس طيب هنقول آآ عايزين طبعا ايه يا ولاد انس طبعا انس هتبقى ايه اللي اخيرها آآ اس ابوستروف لان انس اخرها اس هنختار اخيرها ابوستروف برضو احنا اخترنا토 احنا شرحين دي في الشرح اخواتك شير ابتروم ها اشرحوا الغرفه eu�録 Adriatic احنا برضو نكلم عن اللي ا엄마 جامع يبقى احنا هنختار اللي اخيرها اي يا ولاد نختار اللي اخيرها ها اس ابوستروف لانا اس yl b JERRIP يا ابوستروف طيب بعد كده مصباح مصباح اس لان هو اسمه مش اخر اس ولا حاجة. طبعا انت لو انت مش فاهم حاجة بالنسبة للحل تقدر ترجع للشرح وهتفهم كل حاجة. يبقى احنا هنختار هنا اللي اخيرها ابوستروف لان اخيرها اس وطالما اخيرها اس هنبتضف الاخر بس ابوستروف. واحنا قلنا كده في الشرح. يبقى هنا بتكلم عن وطالما اخيرها اس يبقى هضف الاخر ايه ابوستروف بس. برافو عليكم. ها تقدر تجد ايه? يبقى هنا هتقدر تعالى هنختار كلمة ايه فيهم? هنختار كلمة منز الملابس اللي الرجالية. لان من جمعة غير منتظم ومش اخر اس ولا حاجة فبضيف ابوستروف اس عايتي. انا معي اي كتاب كويس. ايه بوك هنا هتبقى اللي اخيرها ايه ابوستروف اس لان طبعا دي ايه مش اخيرها اس ولا حاجة. هنقل دي زيزز زي ايه بردو ابوستروف اس اخر. ها تعالى منصح اللي ما بين الاقوى اس. ها نقل هنا هنضف فى الاخر ايه ابوستروف بس لان دي اخرها اس. تعالى نكتب. زي ما وضح قدامكم ضفنا اس بس. بعد كده طالما عندي مش اخيرة اس ولا حاجة هضيف ابستروف مش هضيف ابستروف زي ما شافين ضفنا ايه ابستروف اس ليه لان الكلمة مش اخرها اس الحديقة از نير برضو هنا عنضف لها ابستروف اس لان اخرها مش اس ولا حاجة والاسم لو مش اخروا اس بنضف له ابستروف اس مش بنضيف له. طب لو اخره اس بنضيف له ابوستروف بس. تعال نكتب. طيب اول دوتر برضو دوتر مش اخرها اس ولا حاجة فهنضف لها ابوستروف اس عادي. تعال نكتب. طبعا بقى الدوترز زي ما انتم شايفين. هنا برضو هنضف لها ابوستروف اس لان اخرها ايه? عادي جملة كلمة عادية. طبعا احنا بنضيف ابوستروف اس ليه? او بنضيف ابوستروف ايه? عشان ندل على ان دي ملكية الشيء. يعني عائلة العروسة. يعني العروسة دي تابعة هنا برضو ابنتنا اسمها ايه مرامة او ماريام. انا عايز اقول مدرستهم ايه مدرست سوزان وزينب قديمة وهم في نفس المدرسة يبقى انا بخلي المدرسة دي ملكية ليهم. طيب هنا اضيف ياولاد الابستورف اس. في انه كلمة فيهم بضيف في الاسم الاخير فيه. يعني هكتب سوزان اند زينب س ها. زي ما نشايفين كتبنا وضيفنا اس ابستورف اس الملكية فين في الاخر. تعالوا نكمل. بعد كده ياولاد عندنا صفحة ستة وستين برضو في كتاب الجام. بعد ما بتذكر وتتعلم ازاي ايه اه تتكلم في انا طبعا شرحة ده في فيديو الشرح. تعال بقى نكمل هنا. الديالوج الاتي. بقول لك اه بس ملا بيخططو تجوتو زي السينما ان هم يروحوا للسينما. بتقول نتقابل غدا ايتلاقي شور بالتأكيد. سألتها شؤال ايتلاقي 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 ايه. طبعا الحل كله ظهر قدامنا. ايه بتقول لها هاجي الساعة الساعة ستة قيتلها تناقي ايتلاقي انت ايه والانت حاطبتا تج ايتلاقي انت وتلقي الساعة ستة بس ما لقيت لها. ايه سألتها السؤال اللي هي ردت عليها ايتلاقي ايتلاقي ايه ايتلاقي 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 i'd like to go to the the cinema. انا عايزة اروح ايه السينما ايتلاقي اfallenقي ايها بتقول لا. واي تحبب تروحي فين. static لما يبقى انا بجيب السؤال متين يا مس بجيب السؤاله طريق الايجابة. هي قيت لها انا بحب ان اروح السينما يبقى السؤال انت عايزت تحروحي فين? بس ما انا برضو سأقيت لها سؤال? قيت لها هل انت عندك وقت انك تروحي للتسوق? قيت لها ايوة عندي وقت ان احنا نروح للتسوق افتر سينما. ازا برضو قيت لها دي طبعا هي حاجة رائعة. قيت لها ايه السناك اللي انت عايزة تاخدها للسينما اللي الواجبة الخفيفة يعني هيتلاها بعض الشبسي. تعالوا نكمل. وصلنا للاختبار اللي موجود في الواحدة التانية على الدرس الاول والتاني. اول حاجة معي ياولاد نص استماع بسمعه وانا بسمع بقدر اجاوب على الاسئلة اللي انتو شايفينها دي وحلها بمنتقى السهولة. تعالوا نسمع مع بعض كده ونشوف هي بتقول ايه? الاسبوع الماضي لما جوت مارت سامح. يبقى وين? اين كان الحفل الزفاف? دميل. بعد كده كملت وقالت كان ممتح حقا. معظم الضيوف كانت موجودة ايضا. يعني كما عدد اللجوم طبعا ميني كثيرا. طيب. how many members of the family were there? كان في بعض افراد العائلة كانوا موجودين? قالك whole كلهم. اللي بمعنى all جميعا. تعالوا نكمل. they took photos هم خدوا صور with the bride مع العروسة and the groom والعريس. يبقى who did they take photos with? خدوا صور مع مين the bride and the groom A و B. دي اولاد نص الاستماع. تعالوا بقى نرجع ونكمل الديلوج ده ونشوفه وبيقول ايه? الديلوج ده زي ما انتم شايفينه كده قدامكم تعالوا نحلوا زي ما حلنا لتاني. complete the following dialogue. عولا بتخبر عولا about her sister's wedding عن حفل زفاف اختها last week. الاسبوع اللي فات. عولا بتقول لها hi Sophie how are you? كيف حالك? بنجاوب على how are you? كيف حالك babe? I am fine thanks. تعالوا. I am fine thanks. انا كويسة. اتلا my sister got married last week. اختي اتجاوزت ايه? الاسبوع اللي فات. فعولا ردت عليها وقالت لا that's great دي حاجة جميلة. how was? كيف كان الحفل? ممكن نقول it was great. كان ايه? كان رائع. زي ما ظهر قدامنا دي طبعا جملة يا ولاد واخرها ايه? واخرها نقطة. سألت سؤال قايت لها yes I had a lot of fun. واي عايزة تقول لها هل انتم استمتعتوا? يقول السؤال كان ايه? did you have fun? هل انتم استمتعتوا? قالت لها اه احنا استمتعنا. قامت سألها سؤال تاني كان الاجابة she wore here بترتدي a beautiful dress dress جميلي. وايه? قايت لها what did the bride wear? ماذا ترتدي العروس? يبقى ماذا ترتدي العروس? قايت لها والله بترتدي dress جميل. she wore a golden necklace. وكمان بترتدي اه عقد ذهب and bracelets with a sour ايضا. did you take any foods? هل انتم خدت اي صور? ردت عليها كده? قايت لها I'll show you some later. هاوريك بعضهم اه بعدين. يبقى قايت لها طبعا ايه? yes I did. احنا اخدنا. تعالوا نكمل. هنقرأ الكتعة دي ونبدأ نحل على طول يا سنة اولى. احنا بقول الخميسة اللي فات I went to the haptly wedding party حفل زفاد. the note were. بترتدي beautiful white dress. فستان ابيض جميل. يبقى مين يا ولاد? bride العروسة. the number one. طيب نكمل. بعد كده came many note came to the wedding. جمل الحفل. يبقى مين الكثير من مين جمل الحفل? الكثير من الجستس الطيوف. يعني ضيوف. the number two. تعالوا نكمل. and like the note wedding dress very much. وايه يا ولاد هنقول ان هما عجبوا بي ايه يا ولاد? بفستان ايه? اللي هي بتاع الزفاف بتاع العروسة طبعا. people in nas dance dance rassu and have fun واستمتعو. the best part. الجزء المفضل او الاحسن. what the wedding? نقط. كان الجزء بتاع ايه يا ولاد? بتاع الكيك. وفي الاخر خالص قالك ايه? it was big and delicious. كانت كبيرة. ولزيزة. it was a wonderful wedding. كان ايه? حفل زفاف رائح. بعد كده عندي choose. تعالي يلا نشوف. she were here. ترتدي a silver نقط on her hand. في بايدها. ترتدي a silver bracelet. الصورة ايه? فضة. طيب. اية choose اختارت a colorful نقط for the party. colorful ايه? outfit. يعني زي ايه ملون. صفحة 69 طبعا في كتاب الجام. the bride العروسة and the groom والعريس. we're excited. كانوا متحمسين to sign that. ان هما يوقعوا على contract العقد. جميل. the restaurant اللي هو المطعم. not it was very good. they prepared the food after 10 minutes. ثم بيحضروا الطعام في 10 دقاي. يبقا هم ايه? service. الخدمة بتاعت المطعم ايه? جيدة جدا. he likes to post videos on social media. يبتحب تحط ايه فيديوهات عال social media. we were bored so my friend is نقط that we read about you. هما بيقترحوا ان احنا نقرأ الكتاب عشان هما ايه? ملانين طبعا. suggested. mom usually. mom ti عادة نقط me before i went to school. بتعمل ايه قبل ما اروح للمدرسة? هنقول hugged. بتحضنني. these are my and rida and that's not a daughter sama. هنقول دي بنتهم sama. انا عايز اقول بنتهم. يبقى هستخدم ايه? there. لاني طبعا نجمع. بعد كده نقط. the picture is this. انا عايز ايه ملك مين الصورة دي. بنستخدم مع الملك من اللي هي who's. نقط new car is expensive. يبقى هنقول مين? انا عندي ليلة اخرها ايه عادي حرف مش s. يبقى هتظيف لها ابوستروف اس. هنبقى نصح لمين الاقواس. احنا قلنا لما بيجي عندنا اسمين. احنا بنحط الابوستروف اس في الاسم الاخير لو هو ايه مش منتهي باس. يبقى هتبقى نوها اند سامز. هنضيف ايه لسامز هنا ابوستروف اس تعالي نكتبه. اهو نوها اند سامز وضفنا لسامز ابوستروف اس. the computer belongs to سارة الكمبيوتر بينتمى لسارة. تمام? هنقول يبقى نوفي لسارة ايه ابوستروف اس. ايا لدي ايه الطفلين and تعاوض عن الاطفال هنا جمع. and there. معاوض عنها باولاد exhausted by here. منزلها. قديم وكبير. اخر حاجة بقولك. يعني وصف. طبعا موجود يا ولاد في الفيديو بتاع الشرح. كنا طبعا مأجبين عنه. استنى جيب لك الصفحة اللي احنا اتكلمنا فيها عنه. تعالوا كده. اهو يوم انت بتقدمها عائلتك. اهو الحتة دي. طبعا انت هتكتب على هيئة مش ايميل. هو طالب منك. وبرضو مجابع عنه في نهاية الكتاب يا سنة ايه يا سنة اولى. بكده احنا خلصنا ان شاء الله اه الفيديو بتاع الحل بتاع الدرس الاول والتاني في الواحدة التانية للصف الاول الاعدادة عشرين خمسة وعشرين ترم اول فيديو. اللي جاي هنزل لكم الدرسين اللي عليهم الدور. هسيب لك تحت في قائمة التشغيل بتاع الصف الاول الاعدادة عشرين خمسة وعشرين في الوصف. سيب لك ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل لينكين مهمين جدا صفحة الفيسبوك لو محتاج ايضا تفسار. اللي لست مشاركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشتريك حاس انا اولى فعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا ولاد. باتمانا لكم بتوفيق جميعا كانت معكم مسعس ما ياسر.